اشتركوا في القناة وتقديراً للمجهود نتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة وكتاب التعليق أسفل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قسمة إيثار استمع إلى النص جيداً ثم أجب عن الأسئلة الآتية والآن سوف نقوم بالاستماع إلى نص الاستماع نص الاستماع نعم الوالدان بولديهما وقرت أعينهما بما شاهد فيهما من ود وصلاح وأصبحت تلك العائلة محط أنظار أهل القرية ومضرب مثل عندهم لما شاهد فيها من خير وإلفة ولما كبر تزوج أحدهما وسكن مع زوجته في منزل مجاور لمنزل الوالدين وبقي الآخر مع والديه وافت المنية الأب فحزنت العائلة عليه ولم يطل عمر الأم بعد وفاة زوجها وكان تأسف الأخوين عليها أشد من تأسفهما على أبيهما ولكن بقي يعملان معا في الحقل الموروث عن والديهما ويعيشان من غلاله كما كان من قبل وجاء وقت الحصاد فجمع الأخوان رزم القمح واقتسماها بالتساوي فيما بينهما وأخذ كل واحد منهما نصيبه وبعد القسمة العادلة هذه انصرف كل منهما إلى منزله يفكر في عمل الغدي ويستعد له في أثناء الليل قال عامر لزوجته إن أخي لا يزال عازبا وعليه أن يتدبر أمره ليتمكن من الزواج وأرى أنه ليس من العدل أن تكون حصتي مساوية لحصته لذلك سأذهب الآن إلى الحقل وأنقل بعض الرزم من حصتي أضيفها إلى حصتي أخي دون أن أدعه يدري بالأمر وافقت الزوجة زوجها على رأيه فقام للحال وسار تحت جنح الظلام ونفذ فكرته وعاد إلى بيته دون أن يعرف أحد بما عمل وفي الليلة نفسها وبينما كان الأخ الأصغر مستلقيا على فراشه قال في نفسه إن أخي قد تزوج وبالتالي فإن مصاريفه أكبر من مصاريفي وليس من العدل أن تكون حصته مثل حصتي ونهض للحال وصار إلى الحقل ونقل من حصته رزما أضافها إلى حصة أخيه وفي الصباح التقى الأخوان في الحقل ونظر كل منهما إلى حصته وتعجب من أنها لم تزل على ما كانت عليه يوم إجراء القسمة بينهما وفي الليلة التالية أعاد كل منهما الكرة وقال كل في نفسه ترى من يعيد لنا الحزم إلى موضعها وكم كانت دهشتهما عظيمة عندما التقيا هما الاثنان في وقت واحد وكل من جهته يحاول إضافة رزم من حصته إلى حصة أخيه فترك الرزم المحمولة أرضا وتعانق عناقا شديدا وقال الأخ الأكبر لأخيه الأصغر لقد صدق فينا قول المثل يا أخي الأخ زينة لأخيه في الرخاء وسلاح له عند البلاء ونأمل يا أخي في أن نبقى هكذا مدى الحياة والآن سوف نقوم بحل التدريبات واحد مما تتكون الأسرة تتكون من الأب والأم والأخوين 2- وضح العلاقة التي تربط بين أفرادها علاقة الوالدين بالأبناء تربطهم علاقة قوية من المحبة والإحترام علاقة الأخ بأخيه علاقة محبة وتضحية وإيثار 3- حدد مصدر دخل هذه الأسرة الحقل الذي يملكه الأب 4- صف مكانة الأسرة في القرية كانت لهم مكانة كبيرة لأنهم أسرة بينها محبة وألفة 5- رتب الأحداث الآتية حسب ورودها في النص 5- وفاة الوالدين 6- لقاء الأخوين وهما يحاولان نقل الرزم من نصيب أحدهم إلى نصيب الآخر 7- زواج الأخ الأكبر 8- قسمة المحصول بالتساوي الترتيب الصحيح هو 1- زواج الأخ الأكبر 2- وفاة الوالدين 3- قسمة المحصول بالتساوي 4- لقاء الأخوين وهما يحاولان نقل الرزم من نصيب أحدهم إلى نصيب الآخر 6- رغم أن قسمة المحصول كانت عادلة بين الأخوين 5- فقد سعى كل منهما إلى تعديلها 6- ألف 7- أذكر حجة كل منهما في تعديل القسمة 8- حجة الأخ الأكبر أن أخاه الأصغر غير متزوج وعليه أن يساعده لكي يتمكن من الزواج وتدبير أمره 9- حجة الأخ الأصغر أن أخاه الأكبر متزوج ومصاريفه كثيرة 10- أي الأخوين أولى بزيادة نصيبه في رأيك ولماذا؟ 11- رأيي هو الأخ الأكبر لأنه متزوج وعنده أسره ومصاريفه كثيرة 12- اقترح مشروعا ثالثا يحقق هدفيهما 13- عن طريق شراء الأغنام والجمال وتربيتها والاستفادة منها 13- وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس 14- ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو ومشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة 15- وكتاب التعليق أسفل الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس 16- شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته